يعني من الواضح بأننا أمام صفحة جديدة بين الحاكم والمعارضة في تركيا أزجور أزال هل فجع الجميع بهذا الأمر باستقباله لأردوغان في مقر حزب الشعب الجمهوري وزيارة أردوغان لمقر حزب الشعب الجمهوري في زيارة وصفت من قبل كثيرين بالتاريخية أعتقد بأن هذا الأمر مفيد وبقوة للدولة التركية نعم أزجور أزال هو أردوغان لما تقابله أول مرة هو شكر له في ليلة المحاولة الإنقلاب كان هو زار المجلس وتكلم ضد الإنقلابين إنما كمال قلشترولو كان هو في المطار أتاترك بعد ذلك راح لم نعلم أبدا إلى أين هو ذهب وبعد ذلك عرفنا أنه كان جالس في بيت واحد من الحزب وكان تفرج على ماذا يحدث في ليلة محاولة الإنقلاب حينها إنما أزجور أزال هو كان ضد الإنقلابين وهو أعلن ذلك ولهذا أنا اعتقادي الشخصي أن وجوده في رئاسة الحزب هو مكسب لتركيا لأن الحكم ليس فقط هو الحاكم بل هو يتكون الحكم بالحزب الحاكم وحزب المعارض إنما عندنا أحزاب كثيرة كما تعلم عدرتك في دولة بحشلي هو هزبه ليس كبير لكنه شخصية مهمة جدا وليلة محاولة الإنقلاب هو كان دعم أردوغان ووقف ضد الإنقلاب حينها ونحن رأينا أيضا في قبرص في الاحتفالية أنه كان هو أيضا موجود